تنفيذاً لإستراتيجية مصر لتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين والتي تتضمن بناء مجتمع رقمي قامت الدولة بإنشاء مراكز بيانات موحدة لاستضافة وتشغيل منظومات الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كلمة المهندس محمد جمال النعيري مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية هو ضرورة لوصول هذه الجهات لمراكز البيانات للحصول على الخدمات التكنولوجية المختلفة طبقا لآلية وضوابط محددة وبطريقة آمنة والبنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحي الحكومي تم تنفذها بأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة وبتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرف التجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية ل300 ألف مخرج نقل بيانات لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية وطبقا لتوجيهات سيادتكم نحو تأمين البيانات وحمايتها فبنأكد أن البنية التكنولوجية المنفذة بتمنع دخول أي جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحا له بذلك مسبقا كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التأمين والحماية وهذه البنية التكنولوجية يا فاندم مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جدا منها أن نقدرنا نربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسي للدولة لتلقي الخدمات التكنولوجية وللعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة الجي كلاود والسحابة الحكومية العامة البي كلاود وده بيتم من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية اللي بلغت حتى الآن خمسين ألف جهاز حاسب آلي صفري ومكنتنا كمان من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية من خلال ستة وعشرين ألف تليفون رقمي حتى الآن وتشغيل خدمة البس التلفزيون الرقمي لألف ومئتين شاشة رقمية حتى الآن أيضا كما سهمت في توفير بيئة العمل لأربعتاشر ألف كاميرا لصالح منظومة كاميرات المرأبة اللي بتغطي جميع المباني الحكومية داخليا وخارجيا وبتمكن كل جهة من متابعة ومرأبة المباني الخاصة بها ومن خلال هذه البنية التكنولوجية أيضا قدرنا نشغل خدمة الإنترنت لموظف الوزارات والجهات الحكومية سلكيا من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة البي كلاود ولاسلكيا من خلال المحطات اللاسلكية اللي بتغطي جميع الأماكن بصورة نموذجية وبأعلى المعايير الفنية في جميع مباني الحي الحكومي بإجمالي 23 ألف محطة لاسلكية وعشان يا فندم يبقى في ضوابط ومحددات في استخدام الإنترنت تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية بتمكن مدير وحدة التحول الرقمي في كل وزارة أو جهة من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الاستهلاك لمتلقي خدمة الإنترنت في كل جهة كما تم أيضا تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات وقاعة أزمات بأحدث أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات وتم تنميط هذه القاعات لتلبي الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية في الحي الحكومي طبقا لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك كما تم أيضا تجهيز وتشغيل بوابات الدخول والخروج الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية للتحكم في عملية الدخول والخروج والتسجيل حضور وانصراف الموظفين من خلال التكامل والربط آليا بمنظومة الموارد البشرية الموجودة بمركز البيانات الرئيسي للدولة واللي بتمكن مسؤول الموارد البشرية في كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم واستخدمنا مع هذه البوابات يا فندم أسرع قوارئ بيانات في العالم لضمان سرعة عملية الدخول والخروج بدون أي تكدس خصوصا في أوقات الزروة وهذه القوارئ بتدينا كمان ميزة همة جدا هي عدم حدوث أي تلامس معها أثناء إجراءات الدخول والخروج لضمان عدم انتقال أي عدوى وخصوصا مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يوميا وبنأكد للسيادة كفندم أن البنية التكنولوجية الحالية بتستوعب أضعاف الأرقام اللي تم عرضها وبتستوعب أيضا أي زيادات أو احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية وسهمت بشكل كبير جدا في سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالا فعليا وبيتم أيضا تقديم الدعم الفني لهم من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة في جميع الوزارات والجهات الحكومية شكرا جزيلا إفاندم